مرحبا بكم أصدقائي مع تحليل أحداث مسلسل الأسيرة وقبل أن أبدأ الفيديو أرجو منكم أن لا تنسوا تعمي بلايك هيرا أخيرا أصبحت تقف وبكل شموخ أمام أرهون ومن دون أن تضعف وكما قلت لكم من قبل هيرا لم تعود تكترت لرأي وكلام أرهون حتى أنها قامت بصدم أرهون بكلامه وأنها لم تأتي إليه وحتى أنها ليس لديها أي كلام تقوله بعد الآن أرهون هنا بدأت علامات وجهه تتغير وبدأ يسأل عن سبب العزيمة في عيون هيرا ومن جميل حقا مشاهدة هيرا قوية بهذا الشكل أمام أرهون تصرفات هيرا الآن ستجعل أرهون يبقى يفكر مليا وسيحاول أرهون عقاب هيرا بعلي ولكن رغم ذلك لن تصمت وسوف تأتي لزيارته هيرا ستتحمل تصرفات أرهون وعفيفة من أجل علي وعلم أرهون الآن بأن ذاك المنزل تابع لشركة جيهانغير وسيعتقد بأن جيهانغير هو من فتح لها المنزل ولكن موسى هو من سيخبر أرهون بكل التفاصيل وسرعان ما ستظهر الحقيقة واليوم أحد ألفان سأل جميلة صديقة نظمية هل سوف ننتظر طويلا حتى تنكشف براءة هيرا؟ وأجابتها جميلة لا عليكي ننتظر قليلا يعني قد تظهر براءة هيرا قريبا يعني مش نطولين كثيرا بقضية براءة هيرا وهذه الصور صربت لأرهون وهو في مكان مربوط اليدين يعني قد يحدث خطف وأرهون يحاول إنقاذ هيرا وسوف يسجنون مع بعض في هذا المستودع المهم رح نشوف أكشن قريبا مع شوية رومانسية وهذه الصورة نزلتها الجميلة محاسن اليوم عبر حسابها بالانستغرام وكتبت أتمنى لكم يأصبوا سعيد والمكان بداخل القرفانة الذي ظهرت فيه بجانب جينيك ولكن بلباس مختلف ويبدو على أن هنا سوف يتم الصلح ونتمنى ذلك وكذلك كوبل الجميل الأرهر يحتل المرتبة الثالثة هنيئا لهم ويستحقون فعلا بين الممثلين الأكثر حديثا حول العالم ونتمنى لهم المزيد من التألق والمرتبة الأولى وكان هذا هو الفيديو لا تنسي تجيب